اشتركوا في القناة الاسكيمو السايبيري الكلب ده موصفاته انه هو متوسط الحجم كسيف الشعر شبه الزئب نشأ كلب الهسكي في شرق سايبيريا وينتمي لسلالة اسمها اسبيتس له علامات مميزة مثل الفرو السميك المزدوج غريز الشعر والازنين على شكل مسلس الديل بتاعه بيكون ملفوف وكسيف الشعر الهسكي السايبيري نشأ في بيئة قاسية شديدة البرودة في الكطب الشمال في سايبيريا خلت منه كلب نشيط وقو البنية وقادر على احتمال الشدائر تم استخدام كلب الهسكي من قبيلة اسمها تشوكشي كانت بتستخدمه في سحب الأحمال التقيلة وبعد كده اتصدر إلى ألاسكا خلال الفترة اللي كانوا بيبحثوا فيها عن الدهب وبسرعة بقى كلب أليف وتم استئناسه للعيش في المنازل كلب الهسكي السايبيري والسامويد والمالموت ألاسكا تنحدر مباشرة من سلالة اسماس للدج أو كلاب التزلج تحليل الحمض النووي أظهر إن سلالة الهسكي واحدة من أقدم السلالات وصف كلب الهسكي نادي بيئة الكلاب الأمريكي وصف عيون الهسكي بشكل إلوز وبتظهر العيون بألوان مختلفة منها الزرقة التلجية ومنها الزرقة الداكنة ومنها البني وأحياناً تكون عين وعين فروة كلب الهسكي سميكة جداً عن معظم السلالات التانية علشان يقدر يتحمل درجات الحرارة المتدنية اللي ممكن توصل لحد 60 درجة تحت السلط حجم كلب الهسكي الزكور بيبقى مرتفع من الأرض لحد الكتب بمسافة من 53 ل 60 سنتي وفي الإناس من 52 ل 56 سنتي لأنهما بيبقوا أقصر شوية من الزكور والوزن في الزكور من 20 ل 27 كيلو جرام وفي الإناس من 16 ل 25 كيلو جرام كلب الهسكي في تصرفاته بيشبه الديب في أنه بيعوي ومش بينبح كلب الهسكي من الكلاب الزكية واللي تقدر تدربه تدريبات طعام لكن كانوا بيستخدموه في سبقات الجاري وهو في الحاجات دي برضو مميز جدا لأنه كلب سريع أكثر سؤالين ممكن تسمعهم عن كلب الهسكي هو ينفع يعيش في الحرب أو ينفع يعيش في مصر أو الكلب ده ينفع للحراسة ولا ما ينفعش كلب الهسكي بيكون في أفضل حالاته وهو في جو برد درجات الحرارة العالية ممكن تأثر عليه وتتعبه لكن هو ينفع يعيش في مصر لكن برضو ما ينفعش ان انت تخليه في مكان زي سطوح مثلا في عز الحر وتسيبه وقت طويل ده أكيد هيأثر عليه كلب الهسكي ما ينفعش يكون كلب حراسة حتى لو كان فيه شراسة كلب الهسكي عمره مكان كلب حراسة ولا هيكون كلب حراسة وهتلاقي قليل منه لما بيكون كلب شرس مش هتلاقيه كتير غالبيا بيكون أليف جدا مع الناس كلب الهسكي من الكلاب الاجتماعية واللي بتفضل ان يكون معها زميل يعني لما تفكر تشتري كلب هسكي حاول ان انت تجيب له كلب كمان معي اما تشتري ذكر ونتين لكن ما تخلهش يكون لوحد هو من الكلاب اللي بتفضل انها تكون العيشة بتاعتها اجتماعية وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة ويا رب نكون استفادنا بالحلقة دي ما تنساش لايك وشير وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتابعني على الانستجرام بسيب لك الرابط أسفل الفيديو يارب نكون استفادنا بحلقة النهاردة واشوفك ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته